خبر النهاردة أسعد جداً وأسلق جداً صدور جماهير نادي الزمالك كنت قلت لحضراتكم أول مبارح وقلت لكم أنه بلغنا مجلس صدادات نادي الزمالك أنه خلاص هيتم رفع يقاف القيد عن نادي الزمالك النهاردة مجلس صدادات نادي الزمالك بشكل رسمي برئاسة كابتن حسين اللبيب أعلن عن إنهاء قسمة منع القيد المقاع على النادي بقارات من الاتحاد الدولي لقارات قدم فيفا وفقاً للقارات الصديرة من الفيفا كان يحق على الزمالك دفع إيه بقى بص الأرقام كان يمبوض الزمالك اللي ده الزمالك فعلاً سدده يعني مليون ونص دولار لنادي مين سبورتين لشبونة البرتغالي رموامية وخمسين ألف دولار لنادي كراكاس البنزويلي حداشر ألف دولار لنادي ليون ستة وتلاتين الناجيلي سبع تلاف دولار لودي دجلة مية عشر ألف دولار لمساعدة جزوال فريرة ميتين وسبعين ألف دولار للغاني بن يمين أتشنبونج لعب الفريق السابق فلوس بالجملة يعني بص سقفة كبيرة لمجلس دولارة نادي الزمالك الحالي ده ده موضوع صعب موضوع صعب جداً أصدروا بياني النهاردة وقالوا إنها كانت مفاوضات شقة جداً واستهلكت وقت كبير جداً وكلفت النادي مبالك طائلة ده بياني نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين اللبيب وقالوا إنه المجلس انتهى تماماً من تحويل جميع المبالغ المطلوبة وهم في انتظار وصول خطاب رفع الكويد من الاتحاد الدولة قدام فيفا خلال الساعات القليلة الماضية الزمالك كده كده شغال على عدد كبير من اللعبين شغال على عدد مميز من اللعبين اللي ضموهم